سيدة اثنين بالكامل سنة تعمل في مكاتب التوظيف تعرف مكاتب التوظيف التي أزعم وتحصل الوظايف للناس في واحدة من الأيام ظهرتني بنت شابة عمرها تقريبا 18-20 ملثمة بصراحة تمتلك عينين جميلتين لا يمكن نسيانهما أبدا ما علينا من العيون تتوقعوا ما يمكن تكون مؤهلاتها ما يمكن تكون خبراتها أنا خرجت عموما أنا خرجت استمارة التسجيل الاستمارة هذه نستخدمها شخص يكتب فيها بياناته خبراته ومهاراته أي شيء قد تساعدني أجد لها وظيفة هي رجعت للاستمارة الفاضية وقالت أنا شأشتغل عاملة نظافة في مكتب أو شركة أو أي مكان كويس أنا رديت عليها بحماس ليش أنا ممكن أعطيكي وظيفة أحسن ما يحتاج خبرات ما يحتاج مؤهلات ما يحتاج حاجات كثيرة تتوقعوا ليش هي طلبت أنها تشتغل عاملة نظافة ببساطة لأنها ما تعرف تقرأ وتكتب أنا مصدمت معقولة شابة في عمرها لا تعرف تقرأ ولا تكتب ولا حتى حرف واحد هذه الشابة ليست وحدها هذه الشابة هي واحدة من أكثر من عشر مليون شخص أمي في اليمن طبعا التقارير والأرقام تختلف البعض يقول 40% من الشع اليمني أمي البعض يقول 50% البعض يقول 60% البعض يقول أكثر البعض يقول أقل بس الأكيد أنه في ملايين من اليمنيين أميين الأكيد أنه في ملايين من اليمنيين بعيدين عن العالم الأكيد أنه في من هذه الملايين شباب وأطفال كيف نحن ممكن أن نتخلص من الأمين طبعا التعليم بحد ذاته في اليمن يواجه مشاكل كثيرة يواجه تحديات غير طبيعية لو نذكر بعضها مثل البناء التحتية أنا زرت منطقة في أبيان بيحلموا بمدرسة إعدادية طبعا كانت فيه هناك مبادرة جميلة واحدة من النساء فتحت بيتها وحولتها في وصول بالدرس مع أمي والشابات اللي خلصوا نتعليمهم في ضعف واعي يعني أنا زرت منطقة في حجة قولي معنا مدارس معنا كل شيء بس ما بش طلاب وطالبات في ضعف ثقة بالتعليم والمستقبل يعني اليوم لو مسك الطالب قلت له تخلص ثانوية يقول لك يمكن لا ليش يقول لك ليش يخلص عشان ايش ايش المستقبل اللي ينتظرني المتعلمين مرميهم في الشوارع مش قادرين يعملوا حاجة في فساد في قطاع التعليم في سوء إدارة في استراتيجية ضعيفة في مناحج سيئة في جودة التعليم ضعيفة في معلم ما بيعلمش بضمير في فصول مزدحمة في 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 لاحظة تشعر أنه لا يوجد تعليم في اليمن وهذا كله ينعكس على النسبة الأمية كيف يمكننا نتخلص من الأمية كيف يمكننا نقلل العدد الأميين في اليمن الفكرة التي أضعها لكم هي فكرة بسيطة تذكروا زمان كان في معنا حاجة اسمها خدمة بعد الثانوية العامة من منكم خدم خدمة الزامية بعد الثانوية الخدمة زمان كانت تجنيد تدريس أنا فكرتي لا منهم ممكن نعمل خدمة الزامية للثانوية العامة تدريس محو الأمية بمعنى مطلوب من كل خريج تنوية عامة أن يمحوا أمية عشرة أشخاص خلال سنة واحدة فإذا كان معنا مئة ألف خريج كل واحد منهم محو أمية عشرة أشخاص سنوصل بعد سنة إلى كم؟ إلى مليون شخص تم محو أميتهم طبعاً كلما زاد عدد المشاركين في الخدمة كلما ارتفع عدد الأشخاص اللي بنمحوا أميتهم وبالتالي بعد كم سنة سيصبح العشرة مليون صفر كيف ممكن نحن نفذ هذه الفكرة عشان نفذ هذه الفكرة نحتاج نشعر بالمسؤولية أنا أحتاج أن الجميع يشارك في تنفيذ هذه الفكرة ولما أقول الجميع أنا أقصد قطاع حكومي قطاع خاص منظمات جمعية محلية أحزاب مبادرات شبابية الشعب لازم لكل يشعر بالمسؤوليته تجاه الأمية لو كل واحد مننا شعر مشؤوليته ولازم نتخلص من الأمية صدقوني رح نقدر نتخلص مننا أنا مش طالب حاجات كثيرة من هذه الجهات وببساطة كل واحد منهم يملك حاجة مملكهاش الآخر أنا مش طالب من القطاع الحكومي يعمل لي معجزة أنا طالب منه بس يفتح لي المدارس في العطلة الصيفية صعبة أنا مش طالب من القطاع الخاص ومنظمات يصرفوا كثير شوية ممكن نغطي مصارف تسغيل أنا مش طالب من الأحزاب والشباب يعملوا لي حاجات كثيرة ممكن يساعدوني بس في العمل الميداني ممكن يساعدوني في مشاركة في الخدمة أنا مش طالب من الشعب حاجة يسوى أن يشارك أنا عندي إيمان دائما أنه أي تحدي يواجه هذا البلاد هذا الوطن أن نقدرش نتخلص منه ولا يمكن بدون ما نشعر بكلنا بالمسؤولية بدون ما يكون فيه هناك مشاركة دون روح بعيد السنة هذه حملة 12-12 شارك حق حملة النظافة في 12-12 تعرف ما كان ميزة هذه الحملة؟ أنه الكل شارك هذه كانت الميزة أنا واحد من أصدقائي يقول لي جمال أنا بكيت دموعي نزلت لأنه لأول مرة أشوف الكل يشارك الكل يخرج كل الناس كل الفئات لأول مرة أشعر أننا كلنا بنلتم نحو هدف لو حتى بسيط نحن نحتاج نشعر بالمسؤولية نحتاج نؤمن بالمشاركة نحن 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 نؤمن بالمشاركة نحن نؤمن بالمشاركة نحن نؤمن بالمشاركة نحن نعطيها قليلاً هذا الشخص هو الذي ألهمني للفكرة التي سأقولها اليوم هذا أبي ناصر الحنش أبي أبي عمره ستين سنة أبي لم يكمل تعليمه الإفدائي لكنه كان جداً شخص مثابر ومشتهد كان يحب القراءة بشكل عجيب جداً كان يستقطع من راتبه الشهري لكي يشتري كتابه ومجلة ويقرأه لديه حلم أنه يشوف كل الإنسان يمني يمسك شيء يقرأه هذا الحلم الذي يراوده دائماً طبعاً أبي اليوم يحتفل بإصدار أول كتاب له أول مجموعة قصصية أنا رسالتي بسيطة يا جماعة رسالتي تقول أن مسؤولية زائد مشاركة تساوي شعب يقرأ شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً